ولسه مكملين معاكم حلقتنا وبما اننا النهاردة معانا كتاب عن الوعي وعن زيادة الوعي وطبعا هو كتاب اوعى زي ما قلت لحضراتكم اللي بنتكلم من خلاله عن مواضيع كتيرة جدا تخصنا في حياتنا وعن اهمية اننا نكون عندنا وعي ووعي بمشاعرنا وعي بافكارنا وعي بنفسنا وعي بتصرفاتنا وبنحب ايه بنكره ايه المناسب اللي ممكن نعمله الغير مناسب اللي ممكن نعمله ازاي نتصرف في المواقف الصعبة اللي بتمر علينا واللي بنمر بيها ازاي ممكن ندير حياتنا بشكل صحيح بطريقة على الاقل ما نندمش عليها هيكون معانا كمان بالوقتي من خلال Application Zoom الاستاذة سماح ابو الصعود Life Coach ومتخصصة فيه اليقظة الذهنية او المايندفولنس وهنتعرف منها اكتر ايه هي اليقظة الذهنية او ايه هي المايندفولنس وهنعرف اكتر ايه لقطب الوعي وازاي نقدر نوصل لمرحلة الوعي في حياتنا اهلا بيكي واستاذة سماحة اهلا بيكي اهلا بيكي من ورانا واولا يهميني اشرح للمشاهد يعني ايه يقظة ذهنية يعني ايه مايندفولنس طيب هي باختصار المايندفولنس هي زي ما انت قلت كده الوعي او الحضور فيه ناس بتقول عليها الحضور ولو عايزة اقول التعريف بتاعها كامل فهي ان انا ابقى وعيه بمشاعري وبافكاري وجسمي حاسس ايه بالسنسيشنز فعت جسمي وبالبيئة المحيطة بيه بدون اصدار اي احكام فيه تعريف تاني لها برضو بيقول ان هي الوعي اللي بيصدر نتيجة ان انا بنتبه للحظة الحالية عن قصد بدون اصدار اي احكام برضو فهو المايندفولنس ان انا ابقى وعيه انا دلوقتي بتكلم مثلا ابقى وعيه بنفسي وعيه بافكاري مش تايبة افكاري عملة تروح وتيجي بيا يعني معظمنا بيفكر دايما يا اما ابقى قاعدة في مكان بس انا دماغي في مكان تاني بفكر في حاجة هتحصل بعد كده لو انا في الشغل مثلا بفكر في اجتماعها هيحصل بعد كده او في مكلمة او في حاجة حصلت وعملة بفكر فيها وندمان عليها مثلا اوزع لينا على حاجة عملتها فالمايندفولنس هو ان انا ابقى دلوقتي هنا يعني بكل بقى بكل حواسي بكل حياتي ايوه ايوه يقزى لدرجة ان انا مفيش اي حاجة بتشتت انتباهي عن المكان او عن الحدث الحالي اللي انا بمر بيه احيانا التشتت ده ممكن يتسبب في ان انا نتصرف غلط ان انا ابقى يقز ان انا اكون متشتتة مش اني اكون يقزة اني اكون متشتتة طبعا لما ابقى مشتتة افكاري كلها هتبقى عمالة تروح وتيجي مش في اتجاه معين مش بتركيز ان انا مثلا عايزة اعمل حاجة معينة فبالتالي مش هبقى مركزة فيها هتطلع غلط هتاخد نسبة قليلة من تركيزي وانا مشتتة مش هاخد القرار الصح لكن لو انا مركزة على حاجة واحدة على اللحظة اللي انا فيها دلوقتي دي هاخد قرار صح طبعا مظبوط مزبوط 100% طيب اليقزة الزهنية بقى او زيادة الوعي بشكل عام زي ما تكلمنا ازاي اخلي عندي دايما وعي في حياتي ازاي دايما اخلي ذهني يقز ودايما وعي حاضر بسي هو اليقزة الزهنية او الماينفلنس هي مش حاجة مقدرش اقعد اقولك واحد اتنين تلاتة هتعملي كذا 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 هتبقي وعي بس هي مجموعة من السلوكيات لما بمارسها في حياتي كل يوم في يوم ورا يوم بعد يعني اليوم وبعدين في فترة اسبوع في فترة شهر كل شوية على مدار الايام والاسابيع والشهور والسنين ببقى وعي بيزيد يعني مثال الحاجات للسلوكيات دي مثلا في سلوك اسمه اننا يبقى عندي عقلية المبتدق عقلية المبتدق اللي هي زي اكنك بيبي صغير فالبيبي الصغير ده لما بتدي له لعبة بيعمل ايه بيقعد يستكشفها ويشوفها من كل النواحي ويفككها ويطلعها والحاجات دي كلها بالذات فبيبقى عنده options كتير قوي ان هو يطلع من اللعبة دي لكن العقلية اللي هي بتبقى عارفة انا دخلة عارفة ايه الحاجة دي ما بيبقاش عندي الفضول ان انا استكشف فعقلية المبتدق دي مثلا في اي نقاش بيدور مثلا احنا اجي مثلا نتكلم مع حد انا عارفة مثلا معي في الشغل معي في البيت اي حاجة ساعات نجي ندخل النقاش نقول انا عارفة النتيجة ما انا عارفة هيقول ايه انا حفظة لكن لو انا دخلت النقاش ده بعقلية المبتدق مثلا فانا هبقى دخلة عندي فضول اسمع الشخص اللي قدامي ده وافهمه واعرف هو عايز يقول ايه وحاسس بايه فبتساعد على نموه مثلا هنا علاقة احسن حاجات تانية سلوكيات تانية مثلا زي عدم اصدار احكام زي التقبل ان انا اتقبل الحاجات اللي بتحصل لي في حياتي ودي بتخليني التقبل ده يعني لما بنعد نتكلم فيه او لما بنعد نمارسه هو بيساعدك على ان كنتي تتعدي اي تشالنج او اي حاجات بتحصل لك في حياتك لان كنتي بتتقبلي اللي بيحصل مهما كان وتبتدي من بعد التقبل ده بتبتدي تقدري تتصرفي وتشوفي ايه التصرف المناسب اللي انا اقدر اعمله بعد كده ازاي اسيطر على مشاعري والوعي وعي المشاعر او وعي الاحاسيس بشكل عام لانه كتير مننا بيمر بظروف ممكن تكون صعبة ممكن تكون مشاعر مختلفة ممكن تكون احاسيس مختلفة وده طبيعي ودي الحياة ازاي يكون عندي وعي في اني انا اسيطر على مشاعري بوسي هو سيطر على المشاعر دي مش حاجة اصلا تتعمل هو احنا تعودنا طول عمرنا ان احنا ما تزعلش ما تعيطش وده للأسف طلع ان هو مش صح الصح ان انا اخليني مع المشاعر بتاعتي اي مشاعر احنا عندنا زي ان احنا فاهمين ان مثلا مشاعر زي الغضب او الخوف هي وحشة بس انا مش عايزة اوقف احساسي انا مش عايزة اوقف المشاعر انا مش عايزة انصاق للمشاعر وعشان ما انصاقش للمشاعر دي لانه انا هزعل او هزعل بس ده مش معناها ان انا هكمل زعلانة هتدايق اه هتدايق بس ده مش معناها ان انا هفضل من الدايقة ازاي اسيطر على احساسي لما ابتدي احس انه الاحساس اخد اكبر من حجمه ايا مكان ايه نوع الاحساس ده بقى غضب زعل احساس ندم ايا مكان ايه نوع الاحساس السلبي اللي انا حاسة به ايوا اول حاجة باقر بان انا مثلا غضبانة او زعلانة او يبقى عندي اقرار ان انا انا بقرر لنفسي اه انا زعلانة فبعرف بالتالي ان انا زعلانة عشان موقف معين فيه ناس مثلا تقولك انا عصبية لا هو انت متولدتش عصبي او عصبية انت تعصبت عشان موقف معين بالزبط ازاي بقى ادخل وعي هتقبل نفسي وانا عصبية دلوقتي انا متعصبة دلوقتي عشان الموقف ده بس خلاص فاول حاجة ان انا اقرب مشاعري وهقبلها زي ما هي علشان دي حاجة مؤقتة اوكي وبعدين بعد كده بخليني مع المشاعر اللي جواية دي بفضل احنا بيعملوا مثلا في العزة والحاجات والحداد والحاجات دي بيدوا فترة ليه للناس ان هي تاخد اجازة مثلا عشان تفضل مع مشاعرها ايو حد ما المشاعر دي تخرج ايو فاقراري وتقبلي المشاعر ده وان انا افضل معاها بالتدريج بيخرج اصلا المشاعر دي مني صح اوكي فبالتالي بقدر ان انا اتخطى اي مشاعر حاجة من الحاجات برضو اللي بتساعد قوي في الحتة دي ان انا اكتب بالتدوين ان انا اكتب انا مثلا دلوقتي انا متضايقة من كذا 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 حصل كذا الموقف كان مضايقني علشان كذا فبطلع كل اللي جواية لما بكتب بدي فرصة عقلي بيشتغل اكتر فبيخليني اخرج كل المشاعر اللي جواية وكل الافكار اللي جواية بالتالي المشاعر دي بتبتدي تخرج مني بالتدريج برضو صح جدا صح جدا انا بشكرك على وجودك معنا النهاردة استاذ السامحة وان شاء الله المرة اللي جاية نتكلم مع بعض بقى في الستوديو وتنوارينا ونتكلم اكتر عن المشاعر واليقزة الزهنية والوعي ونقدر نعرف اكتر منك ازاي نتحكم فيها انا بشكر حداتك استاذ السامحة بالسعود لايف كوتش مرسي 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 مرسي